السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمس يا أخوان نزلت شرح إذ جيتك رسالة من الضمان المطور يعني بيزورك الباحثة الاجتماعية والباحثة الاجتماعية كيف تضغط على الرابط وتضغط إن الوقت مناسب أو غير مناسب إلى آخرة طيب يا أخوان في أسألة كثيرة وصلت لي بتويتر والإستقرام واليوتوب هنا إلى آخرة يسألون يقول شنو الأوراق المطلوبة يعني اللي يجهزها ومن اللي يكون موجود يعني يكون موجود بالمنزل شوفوا يا أخوان إذا كنت متزوج وعندك أولاد لازم الكل موجود باستثناء الطالب فقط يعني فترة الصباح فترة الصباح يجيك الباحثة الاجتماعية أو الباحثة يسعى لك يقول وين فلان أو فلانة تقول هذا بالمدرسة ما في مشكلة هذا يستثنى أما غير كذا لازم الكل موجود حتى لو عندك ضيوف لازم بتقول لهم اطلعوا من المنزل لأن الباحث بيجي شوفوا يا أخوان أي شخص موجود بالمنزل هذا محسوب عليك واضح مثلا شخص متزوج وعنده أولاد وعنده بنات واحد من الأولاد موظف ولكن مضايف بالضمان المطور هذا الشخص يطلع من المنزل واضح إذا كان موجود يقولك ليش ما سجلته عطني إثباته عطني هوية الوطنية إلى آخره وبعد كذا يكتشفون أنه موظف وبعد كذا ينقص عليك الدعم حق الضمان المطور طيب أنا بتكلم عن بعض الأسئلة عن بعض الأسئلة اللي يسألها الباحثة الاجتماعية والباحثة للمتزوج وللأعزب والعزباء واضح طيب خلونا نبدأ بالمتزوج طبعا إذا كنت متزوج أو غير متزوج لازم الهويات الوطنية تكون موجودة واضح وإذا كنت مستأجر لازم تجهز عقد الإيجار سواء يعني بالجوال أو تطبع من المكتبة ما في أي مشكلة وتجهز يعني الرقم السري حق أبشر ممكن يدخل على سبل يشوف عنواك الوطني إلى آخره طيب الآن نبدأ بالمتزوج إذا جاك الباحث الاجتماعي طبعا أول شيء يسألك يقول البيت ملكة وإيجار إذا كان ملكة وإيجار ما في مشكلة حتى لو كان إيجار حتى لو كان إيجار ومو كاتب عقد إيجار يقول أنا ما كتبت عقد إيجار ولكن المنزل هذا إيجار مو ملك ما في أي مشكلة ليش لأنك متزوج ما عندك أي مشكلة يسألك يقول لك إذا البيت ملك يقول لك هل البيت محتاج ترميم طبعا تقول لا تقول للبيت قديم إذا كان محتاج ترميم يقول لك ليش ما رممت البيت يقول له ما عندي ما عندي مبلغ يكفي للترميم إلى آخره طيب يسألك سؤال أسألة مهمة شوفوا يا أخوان في أسألة مهمة جدا وفي أسألة عادية جدا المهمة يا أخوان لازم تعرف شلون ترد عليهم واضح عشان ما يخصمون عندك الدعم ينقصون عليك أو يوقفون عليك بالمرة يسألك يقول لك عندك دخل ثاني أو لا مثل شخص غير موظف ومتزوجه عنده ثلاث أولاد مثلا يجي يسألك يقول لك هل عندك دخل ثاني يقول له لا حتى لو عندك دخل ثاني لا تقول له يقول لك زوجتك موظفة تقول له لا أحد الأولاد والبنات موظفين تقول له لا ما في مشكلة طيب يسألك أسألة روتينية مثلا كم جهاز جوال بالبيت تقول لك عدد الأجهزة كذا شنو نوع الجهاز يقول لك الانترنت فضائي ولا يعني المدم أو الياف بصرية يقول لك فاتورة الكهرباء مناسبة أو غير مناسبة شوفي يا أخوان فاتورة الكهرباء مهم جدا تجاوب على السؤال بشكل صحيح مثلا مثلا الشخص متزوج عنده ثلاث أولاد كمثال فاتورة الكهرباء يعني عالية جدا لا تقول لهم عالية جدا تقول لهم مثلا يعني الفاتورة العادية اللي تنزل للناس تقول لهم ثمانمية ريال ألف ريال ألف ومية بالصيف بشته تنقص إلى أربعمائة ريال خمسمائة ريال لا تقول لهم فاتورة الكهرباء عالية جدا وأنا ما عندي استطاع أسددها كذا يا أخوان بكذا انت بنظر ضمان المطور شخص ما تتبع الإرشادات وشخص مستهتر واضح لازم بتقول لهم أن الفاتورة مناسبة وما في أي مشكلة يقول لك فاتورة الماء الماء يقول لك مشروع أو لا يقول لك كم فاتورة الماء ما في مشكلة يجاوب على هذه الأسئلة مثلا الثلاجة كمثال يقول لك المواد الغذائية شنو نوع المواد الغذائية اللي تجيبها للمنزل كم مرة تجيب مواد الغذائية بالشهر إلى آخره خلك إنسان غير مستهتر وغير مسرف واضح عشان ما يوقفون عنك الدعم مثلا يسألك عن السيارة سيارة ملك أو يجار إلى آخره أو مثلا تقصد السيارة بعد كده يسألك يقول كم مرة تفويل السيارة بنزين مثلا 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 أنت كل يومين تفويل السيارة مثلا يعني البشهر خمسة عشر مرة أو اثنى عشر مرة لا تقول لهم هذا الكلام قول لهم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر فقط حتى لو كنت يوميا تفويل السيارة لا تقول لهم أفويل السيارة اليوم او يومين. قول لهم بالاسبوع مرة او بالعشر ايام مرة فقط. عشان ينظروا لك انك شخص تتبع الانشادات. يعني اسهل عادية جدا. طيب الهويات الوطنية جميع الكرت العائلة والهويات الوطنية اي شخص عنده هوية وطنية هذي جهزها عشان يصورها. بعد كده يقول لك عندك تقارير طبية مثلا لك زوجتك اولادك. اذا فيه تقرير طبي مثلا شخص لا قدر الله عنده ضغط سكر مرض معين. جهز هذا التقرير ممكن يفيدك مع الايام. ويعني اسألة عادية. طبعا الاسألة يا اخوان تختلف من شخص الى اخر. مثلا شخص ممكن يسألك سواء لين ويمشي. وممكن شخص يسألك جميع الاسألة. اسألة ما تتوقعها بالمرة ممكن يسألك ياها. واضح? هذا بالنسبة لما تزوج. طيب بالنسبة للأعزب. الاعزب والعزباء يا اخوان. مهم جدا 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 يا اخوان انك تجاوب على بعض الاسألة بشكل صحيح. مثلا يجيك الباحثة والباحثة الاجتماعية. اول شيء يسألك يقول لك البيت ايجار صحيح? تقول له نعم صحيح. يقول لك وين عقد الاجار? مثلا انت شخص يعني عندك عقد ايجار ولكن ساكن بمكان مختلف عن عقد الاجار. يجي يقول لك ليش مختلف العنوان? يقول هذا من المكتبة مو مني انا. الخطأ من المكتبة. مو مني انا. انا هادي شقتي او هذا المنزل اللي انا مستعجرة. وما فيه اي مشكلة. اذا فيه خطأ من المكتبة مو مني انا. يسألك يقول عندك دخل ثاني قول له لا. طبعا جهز الهوية الوطنية واذا عقد الاجار موجود عندك بالجوال او تقدر تسحب من منصة ايجار ما في اي مشكلة. بعد كده يسألك سؤال مهم جدا يقول لك ليش ما توظفت? طبعا بالبداية لازم تجاوب تقول انا كنت موظف والشركة اه انتهى عقدها ومشت من المنطقة. طيب والان ليش ليش مو موظف قول انا خلي ملفي اكثر من المكان مثلا مثلا فندق سوبر ماركت مول قطع غيار يعني المحلات المعروفة. قول انا حطيت ملفي اكثر من المكان وان شاء الله على شهر شهر او شهرين ان شاء الله يتصلون عني وراح اداون باذن الله. طيب الان انت موظف او لا? قل لهم لا. ولكن بيل لهم انك جاد بالعمل. لا تقول لهم انا مو موظف وما في وظائف الى اخر. قل لهم انا كنت موظف ولكن الان حتى لو تقول لهم انا كنت يعني في اوبر. ما في مشكلة. انا كنت مسجل في اوبر. وتركت يعني العمل يعني انفصلت من العمل بسبب 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 امورة يعني تخص الشركة مو مني انا. واضح. مثلا العدد كافي الى اخر. ولكن قول لهم انك حطيت ملفك باكثر من مكان وشاء الله يتصلون عليك عن قريب. طيب يسألونك سؤال يقول لك ليش ما سكنت مع اهلك. يسألونك السؤال هذا. وهذا يعني يعني طبيعي اي شخص يسألك السؤال هذا. قول لهم مثلا الابوي والوالد والوالدة واخواني ساكنين في شقة صغيرة الجار. واخواني متزوجين وبيطلع عشان اخط راحتي. طيب يسألك سؤال اه مهم جدا. يقول لك الدعم مثلا الف وربعمائة ريال او الف وربعمائة وستة وسبعين ريال. يكفيك الدعم هذا مثلا الجار للشقة الف وميتين ريال او الف وخمسمية. كيف عايش? قول له مثلا اخوي يعطيني كل شهر. وان شاء الله توظف عن قريب. يسألك اذا عندك سيارة عندك الالتزامات الشهرية الى اخرى. لكن لا تبين لهم انك غير جاد بالعمل. هذه بعض الاسألة يا اخوان اللي حبيت اوضحها طبعا. هذه الاسألة مو مني انا شخصيا يعني اللي قلتها. الناس يعني يعرفهم شخصيا جاهم الباحث الاجتماعي والباحث الاجتماعية. اكثر من شخص ممكن الى ستة سبع اشخاص جاهم الباحث الاجتماعي والباحث الاجتماعية. جمعت هذه الاسألة وحبيت اطرحها لكم في هذا الفيديو. اشكركم على المتابعة وفمان الله. اشتركوا في القناة